قال هل سب الدين يبطل الصيام؟ يبطل كل الأعمال ليس صيام براو سب الدين يبطل كل الأعمال العلم قال ويدخل فيه سب النبي وسب الله وسب شيء من شرائع الدين أو سب المؤمنين ممكن أن تنسيب الدين تقول أنا ما سبيت الدين لكن سبيت المؤمنين برضو يدخل لأن الرجال زمن النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين لما استهزأوا بالصحابة قالوا ما رأينا مثل قرائنا لا أرغب بطونا ولا أجبن قلوبا وأجبن عند اللقاء قالوا الصحابة خوافين شفتها؟ وأرغب بطونا يعني بيأكلوا كثير وأجبن عند اللقاء طوال نزلة الآية لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم كفروا ليه؟ سب الصحابة شكرا العلماء قالوا سب الصحابة كفر كفر سب الصحابة تمام؟ سب الله كفر سب الرسول كفر إهانة المصحف كفر يعني لو شلت المصحف في يدك ولا عملت حاجة كثيرة مصحف عين تفيه ده مصحف هاي تقبل حيطة كفرت بالله كويس؟ شلت المصحف جدعت في الغازورات أو زي اللي بيعملوا الآلة الدجالين ويقول لك ولي صالح قولك ده بيجيب الرايحة ولي صالح تمشي ليه كويس؟ أها بيجيبه كيف؟ تلقى عنده مصحف شال المصحف ودفنوا وبتبول عليه الشياطين بعد ده بيشتغلوا معاك دائرة الرايحة بيجيبوه لك انت قال الرايحة دي من علم الغابة المطلق ده ما علم الغابة المطلقة اللي ما بيعلموا الجن ولا الإنس ولا الملائكة ولا الرسل لا 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 ده يسمع المغيب نسبي ممكن الشيطاني عرفه ما جاءت الحرامي جاءت لب بيتك وسرق الذهب ومشى مرقبه فيه سنار قاعد بفي دكان في المحالة الفلانية الشيطاني تقال لا ما بعرفه بعرفه ده جاء الحرامي الفلاني وسرق الذهب وقاعد بفي سنار إنت طوالي بجيك واحد مصلب بيقول لك رحل أبوي الشيخ قولك ده أبونا الشيخ ده شيخ كبير يقول لك أها بعمل شنو بجيب الرايحة وهو دجال شغال مع الشيطان لما تبول في المصحف ها الشيطان بعده بيخدمه دائرة الرايحة طوالي انت بتجيو تقول للذهب بيقول لك بس انت جاي للذهب صح سرقوا منك البارح وانت كنت بايت برة مشيت الحرقة ولا بسموه شو ها مشيش شكيني بيكون كويس وقال له بيجاي البيت فاضي الحرام تلا بسرق الدهب يصدقوا طوالي يقول له الدهب في الحتة الفلانية صدقوا تخيلوا انه دوالي صالح ما صالح ما صالح ده بكون يتجرب للشيطان بنوع من أنواع الكفر اما بال في المصحف او بيكون بيخلي ليه صلاة ما بصليه تلقى الجماعة يقول لك والله يا بوي الشيخ ده بس ما عنده اي مشكلة بس صلاة الحصر دي ما قاعد يجينا كله كله ما بمروك عنده زكري قول لك قال ويرد بيكون ما انتهى ويرد بتاعشنه وما بصليه بيأكله تمام دي ليه الشيخ ولا جماعة يغشوه يقول لك لا بصلي في مكة زي واحد قال في الطبقات الشعراني قال بيضغطي غطوه اول ما اللازاني يغزين قال بيرقود في السرير وقل لهم غطوني بالملاية يا زور اللازاني غطوك شنو غطوني بالملاية غطوه بالملاية قالوا بيرفع الملاية بعينه بالقمافة بمش بهوين ما معروف بو قال بمش قال لهم بصلي في مكة وبيجي راجع تاني كويس والغريب الناس يصدقوه يعني هو لما نعمل عملية زي دي ماذا ساحر هو ساحر في النهاية لكن الناس يصدقوه كيف يقول لك والله هو اللي صالح ورفعنا الملاية يعني يس صالح يعني رفعت الملاية ديت وما في ده صالح اتعارف الناس اللي بصدقوا بالحاجات دي اكان جاونا المسيح الدجال والله يتورط ورطه والله يتورط ورطه الناس اللي بصدقوا بالحاجات دي المسيح الدجال اخطر من جماعتك دي كلهم مش بتقول لهم عندهم كراماتوا بطيروا وبجيبوا الرايحة وكده دك اخطر منهم النبي صلى الله عليه وسلم قال قال يدخل على الخريبة. الارض. قال فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. يقول له الارض. قل اجيب الكنوزة الفيك. جوع الوطة. خلي الدهب بتاعك السرق الحرامي. الجوع الوطة ده. يقول لا امرك. الدهب يمارك. المعادن النفيسة. اللؤلؤ. اي حاجة. تمرو وراه. قال تتبعه. تجي ماشى وراه زي يعاسيب النحل. يا عاسيب جمعه يعسوب. اليعسوب ده الكبير بتاع النحل. اللي يمشي قدامهم. والنحل كله يمشي وراه. الدجال زي يعسوب. ماشي. والكنوز دي ماشي وراه. ايجي قال للرجل. ها? ميت. يقول له يقوم. يقوم على حيله. والميت ده يقوم يتكلم معاك يقول له كوي. شايف هزول ده? ده الله ذاته. شو الفتنة دي كيف? الفتنة لا. يجيب زول يشقه اتنين بس سيف. طج شابك طوع على اتنين. قال ويمشي بين شقيه. شاني اكد لك انه شقاء. يخد شق بيجاي. وشق بيجاي. ويمش في نصين. كويس? ايجي بعده يقول له ارجع زول تاني. ارجع زول تاني في محله. باقي لك ده كان جيل بلد ده بورط الناس. ها? والله ده ورط الناس ورطه. تقدر تغنى عن ناس انه دجال تاني. يقول لك ما يدتم من زمن بتتكلموا في الاولياء. معروفين يقول لك. يا اخي ولي كيف? عشان كده العلماء قالوا اي زول عنده خوارق عادات ما معنى انه ولي. ده اكبر كافر. مكتوب هنا عليه وكافر فوق. ما عاد عنده الخوارق دي كله. يقول لي السماء امطري. مطرة كده بس. انزلي. با هو المطرة تنزل. مو زي حقات شيخك دي. قد ضعف ساي. يقول لك اديكم الفاتحة. داري المطرة. هاي. خطوا البياط هنا. تخط البياط. وب اديكم بتحاوى. في اصل المطرة جاية. وجايبها الله ياصل. لكن في النهاية اتا لما انت جي. الاسيناريو ده كله. جبت بياط خطيته. ودرفع يديه واداكم هوا في امتى? ويتمشيت والمطرة نزلت. اصوب تقول جايبها الله. اذا كاني مانك ضعيف. وعندك شرك. ما بتقول جابها الله. تقول الله يا البياط بتاع الشيخ ادفعنا ده. وفاتحة الشيخ دي جابت المطرة طوالي. في انتاني. اذا آآ قلنا شنو? احنا جابنا هنا شنو ذاته? سب الدين اي. سب الدين كفر. في ناس يسيبوا الدين ده ساي كده فانكها. واحد عفصوا فكرة ويسيبها لك دين. في شنو? تقال الدين ده? جبت انت? ساهل كده? سب الدين بكل بساطة. وبعض الشباب بيعتبر سب الدين نوع من الفراسة. والرجالة كده يعني. يقول لك والله يوم داك نظم ما اي سبت له دين. ويعني عملت شنو? انت كان نجيض ادي بنيا. اصو انت كان نجيض? ودرت ورينك فارس اطوق وبنيا. ضيفها راستك بنعرفة كده ده. لكن اذا تقول اي سبت له دين? ويعني عملت شنو انت? هو الدين حقه? اه? اتنبذ له امه. كان نجيض اتها. ما الدين محقه. هدك ممكن يكون ذاته زيك محارز عليه وسبد له الدين يفوت. ما له حقه اشى غالب ذاته. لكن اتنبذ له امه شاني نجي مك. عموما ده كله مبجوز. لا سب له امه لا سب له الدين. اه? لا تنبذ ولا تضرب ولا اي حاجة. كله ده حرام مبجوز. وسب الدين اشد حرمة. لانه يا اخوانا ده دينك ياخي. كيف تسيء دينك? وده اللي ربنا خلقك من اجله. الله خلقك من اجل الدين ده. تسيب الدين? فده استهتار. والاستهتار ده ذاته ما تتخيل انه واحد يقول لك ياخي ده ما كلام لسان ساي ياخي. ما بضرب حاجة. قال انه سبه عادي ما في حال. ما كلام لسان? كلام لسان كيف ياخي? النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء قد يقول الكلمة ما يلقي لها بالا. من صخة الله. قال فتهوي به في جهنم. ابعد ما بين المشرق والمغرب. كلمة انت بتقول له ما تنتبه هو تتبعد في رواية قال سبعين خريفا. انتهت ماشي كده بس بوووووووو اسبعين خريف للله. تكلمة شهنة جدا. الانسان ما ما يستهون بالكلام